السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولكن اطلعت صنف عادي اخضر ما في هذه الصفات ولما كلمت حتى راعي المشتل قال لي ما ادري انا استورتها على هذه الاساس وهذه اللي عندي يعني وحتى كان عليها ليبل يعني ومستوردة من دولة اوروبية فللأسف يعني ولكن كثرت منها اقصان ولان جودة التين مالها مبعالية يعني تين جودته متواضعة خلنا نقول فقط راح استخدمها لمشروع اخترت هذه الغصن للمشروع لانه في تفرعات كثيرة فاللي راح اسوي مجرد استخدمت بعض الخشب البلايوود اللي عندي او البلايوود عندي مرمي هني في البيت سويت منه هذه الصندوق وفيه فتحت تصريف كبيرة وحطيت لقطع خشب في الاسفل هني على اساس ترفعه على الارض فيكون فيه تصريف ماي جيد حق النبط اللي راح اسوي بكل بساطة اني مجرد راح ازرع هذه التينة في هذه الصندوق وراح اخليها لمدة سنة او سنتين حتى اتوقع سنتين الى ان تملأ هذه الصندوق بالجدور وبعدها راح ننتقل للخطوة الياية ان شاء الله فمجرد في هذه الفيديو راح انقلها الى هذه الصندوق وبعدين راح نعرف ان شاء الله اذا الله احيانا وياكم بعد سنتين شنو ما صير هذي التينة لحد الحين الاصيص فيه تقريبا خمسين لتر من التربة فاتوقع لما يمتلأ راح ياخد تقريبا ستين الى سبعين لتر ساتوقع اكثر يعني سبعين لتر من التربة علشان تقدر تنمو في هذه الشاتلة موسيقى اشتركوا في القناة والحين اللي يبقى انه مجرد راح اروي هذي النبتة وممكن انه اخلي لها طبقة من الملش ولكن بسبب حجم الصندوق الكبير ما رح استخدم ملش حاليا لانه ابغي التربة شوية جف لانه ما بيصير عندي تعفن جذور ولو انه مثل ما شفتو في مقطع النقل الجذور قوية ما شاء الله فيها فاتوقع انه راح تمد جذور قوية وتنمو في الصندوق بشكل سريع فراح اتابعها ان شاء الله وياكم ولكن راح نخليها الحين في مكانها هذي بالقرب من الجدار بعد ما في مشكلة ونخليها ونشوف والتسميد راح يكون طبعا كيماوي مثل ما اغلب الاشياء اللي عندي بالرغم منه انا احط كومبوست ولكن اعزز بالاسمد الكيماوية فراح استخدم اللي هو الان بي كي اللي دايما استخدمه اللي هو خمسة عشر ثلاثين خمسة عشر وفي بعض العناصر الصغرى على اساس اغذي لي الجذور ويكون عندي نمو قوي للجذور وراح ان شاء الله نشوف النتائج والتطورات مع الوقت ان شاء الله مع بعضنا فتابعوا هذه السلسلة واللي عنده اي سؤال او اي استفسار ممكن يتركه في قسم التعليقات وان شاء الله راح احاول اجاوب اسئلتكم بسرعة وقت ممكن واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الياي في امان الله